السلام عليكم. اجهزة التتبع كيف على نفسك من اجهزة التتبع? راح نشرح هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله. وفيه كما موضوع اخر وهو حماية بياناتك اذا تمت سرقة الموبايل او ضياء. راح نذهب الى الضبط. اولا من هون الضبط. راح ننزل شوي الى جوجل. هنا في عنا خدمات جوجل. نضغط عليها. نضغط على جميع الخدمات. ننزل كمان مرة الى اسفل لغاية ما نوصل الى التنبيهات او السلامة الشخصية. هون في عنا السلامة الشخصية وامان الاجهزة. اول شيء. التنبيهات بوجود اجهزة التتبع مجهولة. ثانيا الحماية من السرقة. ثالثا مركز العثور. راح نعرف هذا مركز العثور. شو اهميته بالنسبة للحماية من السرقة. او اذا تمت السرقة كيف يمكن لنا العثور على الجهاز من تطبيق مركز العثور. اول شيء من ذهب الى التنبيهات بوجود اجهزة التتبع مجهولة. نضغط عليها. هون بيحكي لك عندما تكون التنبيهات مفعلة ستتلقى اشعارا في حال تم رصد اي اجهزة التتبع مجهولة متنقلة معك. يتم حفظ التنبيهات بعد مرور ثمان وارمين ساعة. اول شيء لازم هنا السماح بالتنبيهات. بنفعل التنبيهات. كمان يجب تفعيل البلوتوث يعني علشان تشتغل التنبيهات. طبعا انا بقدرش هلا افعلها لانه ممكن يقطع عليه التسجيل. هون بيحكي لك ما من تنبيهات بشأن اجهزة التتبع. بعدين بتقدر تعمل بحث يدوي. اذا هون بتبغط على البحث. الجهاز بصير يبحث لك عن اجهزة التتبع. فاذا وجد اجهزة التتبع. بيعطيك طبعا انذار. هون بيشرح لك عن اجهزة التتبع. هي اجهزة صغيرة تتضمن بلوتوث. يمكن للمالك ارفاقها بالاغراض مثل المفاتيح وحقيبة الظهر. طبعا هون بإمكانك مزيد من المعلومات حول اجهزة التتبع. يعني ممكن تطلع عليها. نرجع الى القائمة الرئيسية. الحماية من السرقة. نضغط عليها. هون بيحكي لك يمكنك تفعيل وسائل الوقاية المضمنة في جهازك لحماية بياناتك الشخصية في حال تمت سرقته. اولا القفل طبعا هون بيحكي لك ميزات الحماية. القفل عند رصد سرقة. سيتم قفل شاشة جهازك تلقائيا في حال رصد سرقته والهرب به بعيدا. يعني اذا انت بتكون ماشي في الشارع. واحد يعني اجي خطف الهاتف منك وهرب. ايش مفروض يحصل. هون اول شي بتفعيل هذه الميزة. نضغط عليها. لاحظ ايش بيحكي لك. القفل عند رصد سرقة. طبعا ياخذ شخص جهازك فجأة ثم يرقل بسرعة. يتم قفل الشاشة اذا لم يتم سرقة جهازك يعني عادي بتفتحها بالكود. هلا هنا القفل عند انقطاع الانترنت. كمان هاي لازم تفاعلها. برضو بيحكي لك ايش بيحصل عند انقطاع الانترنت. بتكتب له موافق. هلا القفل عن بعد. هنا اذا ضاع جهازك او سرقة يمكنك طفل شاشته من اي جهاز اخر بادخال رقم هاتفك على هذا يعني هذا الاندرويد كوم لوك. العصور على جهازك ومحو بياناته. وبعدين يمكنك استخدام مركز العصور لتحديد موقع جهازك او محو بياناته. هلا بنشوف هذا مركز العصور كيف بدنا انفعله. هون يعطيك مزيد من المعلومات حول اعجادات الحماية من السرقة بامكانك الاطلاع عليها. هلا بنرجع الى مركز العصور. نضغط هنا على مركز العصور في حال فقدان هذا الجهاز او اي اجهزة ملحقة متصلة به من خلال ميزة الاقران السريع. يمكنك استخدام تطبيق مركز العصور لتحديد موقعها الجغرافي. يعني بحد اللقي الموقع بالزبط. بامكانك طبعا تذهب الو وتعثر لي. السماح بتحديد الموقع الجغرافي. لازم فعله. طبعا هنا لازم تضع البن اللي هو اه رقم فتح الشاشة. ممكن هان ما تظهر لكم. و متابعا. هيك قمنا بالسماح بتحديد الموقع الجغرافي. هنا القفل عن بعد. في حال فقدان هذا الجهاز او سرقته يمكنك قفله باستخدام رقم هاتفك. العثور على الاجهزة غير المتصلة بالانترنت. هلا مركز العثور. هون تطبيق مركز العثور يمكنك الحصول عليه من جوجل بلاي. لو ضغطنا هون ويجيب لنا مركز العثور من جوجل بلاي. ما عليك الا تعمل هون تطبيق. نرجع لمركز العثور. لاحظ موقع مركز العثور الالكتروني على الويب. نضغط عليها. شو رح يجيب لنا هلا؟ بيعطينا بيعطينا خارطة بموقعك اللي انت موجود في. لاحظ انا موجود الان في الضفة الغربية في فلسطين. بيعطيني الموقع بالضبط. وكمان بيعطيني الاجهزة اللي انا بستعملها. يعني جالكسي جي سيكس هاي واحد جهاز. وكمان جهاز نفس النوع. لاحظ هون بيعطيني صورة فلسطين على الجهاز. لاحظ. صورة فلسطين على الجهاز. هذا الموقع. هلا في عندي كمان جهاز اسمه جالكسي اي سيركي وان. يعني اذا في اي جهاز اخر موجود مع هذه الاجهزة انت ما بتعرفه او مش اليك بامكانك تعمل خروج منه. وهذا يعني هذه ميزة كثير كويسة على اساس انه بيكون احد الاشخاص مخترق جهازك. فبالتالي بامكانك عمل خروج من هذا الجهاز. يعني اتمنى اني اكون قدمت افادة لكم. وان شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.